أول الفيديوهات اللي معانا كان منتشر في وقت قريب في الواتساب في موقع التواصل الاجتماعي مقطع يعرض علاج للجيوب الأنفية بعد بإذن الله قدرة الله على شفاء هذا المريض دعونا نشاهد هذا المقطع من الله والحمد لله أخواني رأيت لي مقطع عن الجيوب الأنفية وأذاها وأضرارها ومحاولة الأطباء في علاجها والحقيقة الأمر كان يخفى على كثير من الناس أن علاجها في الحلتيثة الحقيقة شهت لمقطع هذا وشفوه يا أخوان يطولت الأمر والسلامة وأروح إلى محل العطارة وخلقت الأصبع حالقة أربعة أصابة حلتيثة بعد موصل فيا أخوان هذه الحلتيثة وأمرها بسيط في نوع منها لين موجود لين وفي نوع حجري الحجري ما يصلح وهي أحجام أنا سويت حجمهن لأن عندي أيضا من يعاني من الأجوب الأنفية ففتحة الأنف عندها أصهر هي طبعا بحجم العبسة أو نواة التمر أو العجمة حسب ما يسميها الآخرين جميع أنواع الأدوية جميع أنواع الأدوية هذه بخاخات استخدمتها والحبو والإبر والإبر هذه الضارة يحذرون منها الصيادلة وجميع أنواع الحبو كلها استخدمتها لم تأتي بنتيجة مثل ما أتت بالحلتيثة والله الحمد والشكر طبعا هذا مصداقا لحديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيما ورد في صحيح البخاري أن أبي هرير رواحنا الرسول أنه لم ينزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء الحلتيتة هذه توضع في فتحة الأنف وخصوصا قبل النوم ولمدة خمس دقائق إلى عشر دقائق تقريبا والعشر دقائق كثيرة ثم تغسل بالماء وترد في العلبتها وتترد تنشف وتغلق بالشكل هذا لها أثر عجيب قد يتأثر الإنسان أو يفرح لمزيد من التفاصيل حول هالمقطع ومعرفة صحته أكثر والتعرف على هالطريقة معنا على الهاتف أستاذ عبدالكريب بين عبدالعزيز المقرم وصاحب المقطع مساك الله بالخير مساك الله بالعافية أهلا وسهلا ومرحبا بكم الله يحييك حياك الله صلى الله عليه وسهل الكريم وسعدي بتواجدك معنا هالمقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وودنا تحدثنا عن تجربتك الشخصية مع هالطريقة حياكم الله وبياكم وشكرا لكم وليقناتكم التي أعتبرها مشعل نور وهداية للجميع الحقيقة بارك الله فيك أنا لست في صيدلي ولا طبيب ولكني أجرب مثل ما يجرب غيري والحكمة ظلت المؤمن يا له أين وجدها أنا رأيت المقطع قبل طبعا في الواتساب ولكن ما كان دقيق في وضوحه فتوصلت إلى أني جربت إلى أن وصلت إلى هذه طبعا أنا أعاني من الجيوب الأنفية ومن احتقانها ومن ارتهابها والكثير من المستوصفات الحكومية والأهلية مريت عليها وسويت اسمون هذا مزرعة وأخذت جميع تقريبا أنواع الأدوية أنا متقاعد الآن فهذه شوطن بإشوار طويل في المعاناة الحقيقة أنا بعدما شفت المقطع جربت الحلفيتة هذه وأخذتها على ما وصف الشخص المقطع السابق المقطع اللي أنا استقيت منه المعلومة فوجدت لأثر عجيب غريب أنا أفقد حاسة الشم ولمدة أسابيع وأحيانا أشهر ودائما في تقلب الأجواء مثل دخول الصيف أو دخول الشتاء أو الغبار اللي مر بنا مثلا والأمطار يعاني الكثير ولا يعلم هذه معاناتها إلا شخص اللي يعانيها الحقيقة من انسداد في الأنف ومن حكف تحسبها في اليوب الأنفية ولا تركت علاج ما أخد لما لا إله إلا الله سبحانه وتقدرته وضعت الحذيثة هذه على شكل نواة التمر وضعتها في فتحة الأنف وفي الأخرى مثلها وجدت حاجة غريبة أخرى ما عمري جربتها نهائيا وجدتها ما لم أجد في الأدوية كلها وجدت بارك ما أكرمك الله أني نزل معي حاجات من الأنف وصار يمشي عندي حاجات كذا بعدها أنفس وصار التنفس عندي طبيعي وبدأت فيها شم كل حاجة ولله الحمد والإنه عبد الكريمة وإشير الحمد لله على سلامتك وسأل الله أني يديب عليك الصحة والعافية الوصفة هذه إن جربتها شخصيا صحيح؟ أنا جربتها شخصيا وجربتها مع غيري من من يعاني هل عرضتها على جهات رسمية في المملكة مثلا وزارة الصحة بعض المستشفيات؟ هل حاولت أنك توصل لإدارة الطب البديل في الوزارة؟ لا والله أنا لسه ما أعطوني فرصة أني أصل إلى شيء أنا جربتها على نفسي ووجدت أنه لزاما علي أن أنشرها للآخرين بعد ما شفت نتائجها الحقيقة وهي طبعا موجودة وتباع في محلات العطارة ويستقدمونها أهلنا وجداننا وشيباننا الله يغفر لهم ويرحمهم أنا أذكر فيه عجوز بارك الله فيك لا فتن صرارا لها في شهلتها ودائما تستنشق هذه في طفولتنا طبعا وأستغرب من هذا الشيء ولكن فعلا التجربة هي خير برهان والحقيقة أنها عملت معي عمل من فضل الله عز وجل كل شيء طبعا بيد الله عملت معي عمل لا أجدت في جميع الأدوية أو الإبر أو البقاقات إطلاقا ليس قصورا في الجهود الطبية طبعا هي المدروسة أو مفهومة ولكن الطبيعة يعني الله سبحانه وتعالى في مورة صحيحة البخاري أنه ما أنزل الله من دا إلا وأنزل له شفاء إلا وأنزل طمغية طيب سارة عبدالكريم أشكرك جزيل الشكر وهذه التجربة يعني شفناها في المقطع أنا أشكرك سارة عبدالكريم المقرمت صاحب المقطع المتداول يعطيك الآفية عبدالعزيز أنا يعني لها التجربة يمكن فيه شيء نقول أنه التجربة على شخص يمكن قد لا تعمم على التجارب الآخرين أو على أشخاص الآخرين ونجاحها على شخص لا يعني بالتأكيد أنها تنجح على أشخاص آخرين هي تجربة تجربة منها الشخص مثل الجهات الرسمية التي لدينا مثل وزارة الصحة يمكن أن يوصلها هذا المقطع وشاهدت مثلا هذه المداخلة يمكن أن يتواصلون مع الشخص هذا ويثبتون هذه التجربة لأنه هناك كثير عنهم من الجوب الأنفية فإن ثبتت هذه التجربة وثبتتها وزارة الصحة بالفريق الطبي والعلم الذي لديهم أكيد أنها تفك صحيح مثل هذه التجارب لا تغني بكل تأكيد عن زيارة المستشفى والطبيب بلا شك اشتركوا في القناة